اولادي وبناتي طالب الطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم. هنكمل مع بعض النهاردة البورت الاخير من لسون تو كيميكال كومباونس. جينا بقى لطايبس اف كومباونس. انا خلاص عرفت ازاي هكتب اسمي الموليكيول. هعمل ازاي الكيميكال فورميولا بتاعته. واعرف كل تفاصيله. النهاردة بقى هناخد ايه هي الطايبس اف كومباونس. انا عندي النمبر اف كومباونس الموجودة في النيتشر. دي بتكون يعني ايه? عدد لا نهائي من المركبات انا ممكن اعمله. اعمل او ما بين اي هطلع موليكيول جديد. يبقى عدد الموليكيولز بنون عليه يعني ما قدرش عده. طب الكتير قوي قوي دي. هقسمها لفور طايبس. على حسب بتاعتها. على حسب خصائصها. دي ممكن تكون او بيزيز او او صالت. طب تعاو نمسك كل واحدة من دور ونعرف ايه هي بتاعتها. نبتدي بالاسيتس. الاسيتس هي اي لو حطيته في الوطر هيحصله يعني هيدوب ويتكسر او يتحول لي اللي موجودة فيه. ولازم يكون من ضمن الايونز اللي طالع دي. البوزيتف هايدروجين ايون. يبقى الاسيتس هي ار سابستانسيس. ويتش ديسوشيات الموتر. بروديوسين بوزيتف هايدروجين ايون. اللي رمزه اتش وفقيه ببوزيتف شارج. طيب. يبقى معنا كده الكيميكال فورميولا بتاعت كل الاسيتس هتبقى بيجن هتبدأ من ناحية الليفت من ناحية الشمال يعني بالهايدروجين ايون البوزيتف. ليه? اصلاحنا وانحنا بنتكلم عن الكيميكال فورميولا قلت لكم دايما من ناحية الليفت من ناحية الشمال انا ببدأ بحاجة بوزيتف يا اما متل يا اما هايدروجين يا اما بوزيتف اتوميك جروب. هنا ده اسد. الاسد دايما هتلاقوا الاسم بتاعه بيبدأ بالاتش. طيب مسلا هنلاقي اني الهايدروجين ممكن يرتبط هو بوزيتف ايون. هيرتبط بحاجة نيجاتيف. يبقى ممكن يرتبط بنيجاتيف اتوميك جروب اكسبت الهايدروكسايد. اشمعنا بقى اصل الهايدروجين لو ارتبط بالهايدروكسايد بيديني ووتر. والووتر دي مش اسد. فدي كده الهايدروجين عشان يديني اسد يرتبط باي حاجة الا الهايدروكسايد جروب. تمام يا ولاد? طيب. ساتش از النايتريك اسد النايتريك اسد اللي هو اتش ان او سري. بصوا كده اقسموه اتنين. هتلاقوه لو تكسر في المية بعد ما بيدوب هيديني الهايدروجين ايون والنايتريت ايه النايتريت جروب اللي هي الان او سري. خلاص يا ولاد. طيب هلاقي اتش تو اس او فور. بدأ اهو من ناحية الليفت بايه? بهايدروجين اهو. يبقى ده اسد. اي حاجة لو اولها اتش يبقى ده اسد على طول. خلاص يا ولاد. طب تعالوا نشوف لو حطته في الووتر. وهيحصل له يعني هيتكسر كده ويتحول ليه هليه هيديني الهايدروجين ايون اللي هو الهايدروجين ايون وهيديني اللي هي السلفيت جروب. تمام يا ولاد? طيب. لو ناخد ان الهايدروجين عمل مرتبط او عمل جوينينج مع مع ده الاكسجين. ابعد عن الاكسجين خالص. عشان هتعرفوا الاكسجين مع الهايدروجين بيديني كده جروب. هناخده كمان شوية. طيب. يبقى النان متل ممكن يبقى حاجة زي الكلورين. فيديني هايدروكلوريك اسد. ايه هو الهايدروكلوريك اسد? اتش سي اي ال. بصوا برضو بادئ بحرف الاتش. طب في الووتر هيحصل له ايه? هيديني الهايدروجين اللي هو وهيديني ايون. يبقى كده لازم من ضمن الايون اللي طلعت يديني هايدروجين. طيب الهايدروبروميك اسد اتش بي ار في الووتر هيحصل له ديس سي ايه هيكسر كده من النص. يديني الهايدروجين البوزيتيب ويديني ال ايه البرومايد ايون خلاص يا ولاد? يبقى زي ما انتم شايفين? اي اسد بعرفه من بتاعته من ناحية من ناحية الشمال. لو هي اولها يبقى هعرف عطولنا ده اسد. وبيبقى معيها. يا اما يا اما لانه هو يبقى مربوط بحاجة خلاص يا ولاد اتفقنا? طيب دي كده وخلي بالكم اه ان دي ممكن تبقى يعني 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 بتدوب بسرعة في المية تديني الهايدروجين ايون. طيب دي اللي بصعوبة بتدوب في المية فتديني الهايدروجين ايه? الهايدروجين ايون. طيب. ليها خاصة بيها. طيب البروبرتز دي ايه سببها? ليه لها الصفات الخاصة دي هيت? علشان هو المسؤول عن دي. علشان كل بتعمل وبتديني فالبوزيتف هايدروجين ده هو السبب في بتاعت الاسد. اللي هي ايه بقى? الطعم. اني ليها تعم لازع بيلسع كده زي طعم الليمون. عارفيني الليمون? ما هو الليمون ده? الووتر اللي جوه الليمون دي ده اسد. خلاص يا ولاد? فليها طعم بيلسع شوية. الطعم اللازع ده هو ده طعم اللي بنقول عليه خلاص يا ولاد? ده طعم الاسدس كلها كده بيبقى ليها تاست. طيب اه الاسدس كمان ليها على حاجة اسمها دي هي في منها لونين. يا اما يا اما خلاص? طيب. لو انا جبت الورقة اللي لونها اللي هي ورقة عباد الشمسي يعني بيسموها ورقة عباد الشمس. لو انا جبت ورقة لونها بلو وحطتها في الاسد هيتحول لرد. طب لو جبت ورقة وحطتها في الاسد مش يحصل له حاجة. يبقى انا ازاي اعرف او اتأكد ان الكباية اللي قدامي دي فيها اسد ابعد عنه لانه بيبقى ليه ممكن يحرق ايديا. فانا اعرف ازاي ان اللي قدامي ده اسد لو حطيت فيه اللي لونها بلو وتحولت لرد زي الصورة دي. بصوا مسك ورقة هي لونها بلو حطاها في المية. بصوا هيحصلها ايه? ايه ده? دي تحولت للون الرد. بصوا الورقة اللي دمه في منه بلو في منه رد. دي يبقى انا كده قدرت كمان اعرف ازاي اميز الاسد من اي مادة تانية. طيب دي كده الاسد نيجي البيزيس. البيزيس او الالكليس. دي بتكون اه لما بحطها في الووتر هتعمل وتديني اللي هي المجموعة اللي اسمها او اتش. وعشان كده منشي قلت لكم في الاسدس. الاسد ممكن يرتبط باي حاجة معادة مين? معادة الاكسوجين. خلاص? ليه? عشان هنا كده بقى ال او مع ال اتش هيديني البيزيس. خلاص يا ولاد? طيب. الكميكال فورميولا بتاعت كل البيزيس مدم هو نيجاتيف ايون يبقى اكيد ده اللي موجود على اليمين. يعني على نهاية الكميكال فورميولا. يبقى هو دي بتاعت الكميكال فورميولا. هلاقي كل البيزيس النص التاني من اسمها او اتش. اعرف انها خلاص يا ولاد? طيب زي مين? زي سوديوم هايدروكسايد. اي او اش او اتش. خلاص? بصوا كده تعاوني اعمل لها ديسوشيات يعني هتخش جوى المية هتدوب وتتاسم لآينز. هتديني سوديوم بوزيتف سوديوم ايون وهتديني هايدروكسايد ايون. خلاص يا ولاد? ودي اسمها كوستيك سودا او السودا الكوية. طيب الكالسيوم هايدروكسايد او يسموها الله موطر ماء الجير. ودي خدناها قبل كده السنة اللي فاتت. دي الكاميكال فورميولا بتاعتها سي اي او اتش الكل كده تو عشان الكالسيوم ضاي فيلانت والهايدروكسايد مونوفيلانت فالاو اتش بقت تحتها تو. طيب لو جينا حطناها في المية ودابت هتحصل لها ديسوشيات اقسموها هتديني الكالسيوم ايون البوزيتف وهتديني الهايدروكسايد ايون النيجاتيف. يبقى انتوا بصوا كده لتو سامبلز دول او قصد دول هتلاقهم دايما بينتهو الكيميكال فورميولا بتاعتها بتخلص بالاو بالاو اتش السالبة. تمام يا ولاد? طيب. نفس الكلام اللي هي دي متعلقة او خاصة بايه? بسبب ايه? بسبب هي المسؤولة عن اني بيبقى لها الصفات دي هيت. ايه اللي هي? الطعم بتاعها التاست بتاع بقول لي يعني ايه بيتر دي هيت? يعني طعم قابط شوية بيبقى قابط في زي طعم عارفيني الكنتالوب او الكاكا? دي بيبقى لها طعم بنقول عليه بيتر تاست. ويبقى يعني ايه يعني بتبقى ليها ملمس عامل زي ملمس الصبون بيزحلق شوية. خلاص يا ولاد دي طيب انا ما ينفعش المس ولا الاسدس ولا البيزيس عشان اعرف ليها ملمس صبوني ما ينفعش ادقها عشان اقول اصل هي اسد ولا بيزيس على حسب الطعم. لأ لانها حارقة. يبقى بعمل ايه? هستخدم هلاقي ان بتعمل ايه? لو حطيت فيها اللي لونها آآ هتتحول لي زي ما انتم شايفين كده بصوا. اهي. تمام يا ولاد? يبقى احنا كده عارفنا ان الاسد لو عندي كوبايتين حاجة فيها وحاجة فيها ازاي اعمل عن طريق هيبقى معايا ورقتين واحدة لونها ريد ووحدة لونها للكوباية الاولانية. ونفس الكلام الناحية التانية ورقتين واحدة ريد واحدة بلو. احط ورقتين في الكوباية دي وورقتين في الكوباية دي. طيب الكوباية اللي هلاقي فيها اني فضلت زي ما هي. والبلو اتحولت لريد يبقى ده عسد. طب الكوباية التانية لو لقيت فضلت زي ما هي. طب والريد اتحولت لبلو يبقى دي خلاص? يبقى ده لو قال لي نيجي كلمة يعني اوكسجين. يبقى اي موليكيولة او اي هلاقي فيه عمل مع تاني سواء كان او بقول على ده تمام يا ولاد? طيب. يبقى انا عندي من اوكسجين. مجي انت يبقى انا عندي من الاكسايد. يا اما متل اكسايد يعني متل اكسايد يعني الاكسوجين مع ايون اف متل. تمام? زي ايه? فور ايكزامبل الان اي تو او لو السوديوم اكسايد. ده لو بصيت عليه هلاقيه السوديوم ايون اللي هو المتل مع الاكسوجين بتاعي يبقى ده كده بقى اسمه سوديوم اكسايد وهتلاقوا دايما الكلمة لازم يكون فيها كلمة اكسايد عشان نعرف ان فيها اكسوجين. ودائما هتلاقيه بينتهي بالاكسوجين اتم. الالومينيوم اكسايد هتلاقوا برضو نهاية فيها اكسوجين. وده عبارة عن اكسوجين مع متل اللي هو الالومينيوم. طيب ممكن يكون بتاعي يعني ايه? يعني اكسوجين مع نون متل. زي مين? زي الكاربون دايبسايد. سي اه سي او دي عبارة عن حاجة مع حاجة طب الحاجة دي ممكن تكون ايه? ممكن تكون بتاع متل او ممكن تكون جروب وانا ما عنديش جروب عليا في المنهج غير الامونيوم. خلاص? طيب دي مرتبطة بحاجة طب الحاجة دي ممكن تكون ايه? انا ما عنديش غير. اللي جاي من او اللي انا عارف منها كتير جدا. خلاص يا ولاد? ما عدا طبعا الاكسوجين ده اللي هنبعده شوية لان الاكسوجين ده بيديني اوكسايد. فهنبعد عن الاكسوجين او اي حاجة الديني اللي لو هي اتش يبقى ده اصد او اتش يبقى ده يعتبر اه هيدروكسايد. لو هي اكسوجين يبقى ده اوكسايد. اي حاجة غير التاتة دول بقى معه يديني سولد. تمام يا ولاد? طيب. السولدس موجودة فين? موجودة في بتاعت يعني القشرة بتاعت الارض. السخور اللي موجودة في اه سطح اه في بطن الارض بيكون فيها دي هي القشرة الارضية. تمام يا ولاد? طيب. او بلاي الاملاح دي دايبة في مية البحار والمحيطات. طيب. كل بفكركم بتاعت السولدس تمام? ممكن تكون اي يعني اي بس المهم ما يكونش ايه اكسوجين. وممكن اي اي اتوم جروب بس اهم حاجة ما تكونش خلاص يا ولاد? طيب. نيجي نشوف بقى على السولدس. انا قلت الاكزامبل على السولدس. بتكون من حاجة مع حاجة نيجاتيف. نمسك البوزيتف. ممكن يكون البوزيتف ده بوزيتف ميتال ايون. طب البوزيتف ميتال ايون ده ممكن يربط بايه? لازم يربط بحاجة نيجاتيف. الحاجة النيجاتيف دي يا اما زي السوديوم او التيبل سوت اللي هو اي اي سي ال او ادي ماربوط مع نيجاتيف نان متال ايون اللي هو الخلاص طيب الليد بروميد بي 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 ار تو ده البي بي الاولانية دي هي دي الليد وده مثل يعني بوزيتف مثل ايون وي البي ار دي هي البرومين اللي هي الناجاتيف ايون اللي هي النان مثل. يبقى هنا ومع حاجة اللي هي طب ممكن ده يبقى مع حاجة ثانية زي مين? زي زي ادي اهو ده مع اللي هي اللي هي هنا ده هي اللي هي الصوفيد خلاص يا ولاد طيب ده لو كانت البداية بتاعتي لو كان بيبتدي طب لو كان هيبتدي بامانيوم عشان هي دي الوحيدة اللي علينا. خلي بقى هنا كلها تبتدي عشان دي الاتومي الجروب الوحيدة اللي علينا طيب نفسي الكلام. ياما مربوطة زي امانيوم كولورايد اهي مجموعة الامانيوم مع اللي هو نيجاتيف زي ادي مجموعة الامانيوم مع البروميات ايون طيب ممكن مربوطة بحاجة نيجاتيف زي يعني مربوطة بجروب تاني بس عكسها زي الامونيوم كاربونات ان اتش فور الكولي تو سي او سري. طب ليه كتبنا كده? اصل والامونيوم مونو. فلما جيت اعمل اخدت الايه? اخدت التو. خلاص يا ولاد? طيب. نيجي على اه الان اتش فور سي او سري دي هيت هلاقيها. ادي الامونيوم البوزوتيف اتوميك جروب. هي الكاربونات هي الان اتش فور ان او سري هلاقيها دايما بتبتدي بالبوزوتيف اتوميك جروب الان اتش فور وبتنتهي بنيجاتيف اتوميك جروب اللي هي ان او سري. يبقى دي كده اجزامبلز ازاي اعرف ان اللي قدامي ده سولت. طيب. بقى ايه هي الخصائص بتاعة الاملاح? مختلفة. هلاقي الاملاح كل ملح مختلف عن التاني. سواء كان في التيست في الكالر في السميل في السوليوباليتي ان موتر. يعني حتى مش هقول ان كل الاملاح بتدوب في المية. لأ. حتى السوليوباليتي هي مختلفة فيها. طيب. هاجي امسك البرو بورتي دي. ليه السوليوباليتي? هقسم السولت اكوردينج للسوليوباليتي ان موتر انتو حاكتين. واحدة بتدوب والتانية ما بتدوبشي. السولت اللي ديزولفز ان موتر وبنسميها سوليبل سولت يعني املاح زائبة. دي زي السوديوم كولورايد اللي هو ما نحط طعام بتاعنا. البوتاسيوم سالفيد كي تو اس او فور. الكالسيوم نايتريد كلي تو. السوديوم سالفايد ان اي تو اس. دي كلها املاح بتدوب في المية. طيب. عندي بقى املاح ما بتدوبشي. سولت ضم ديزولفين الموتر بنسميها ان سوليبل سولس. الان سوليبل سولس دي هي زي السيلفر كولورايد اي جي سي ال. ليد ايودايد بي بي اي تو. ليد سالفيت بي بي اس او فور. طيب ملحوظة. اي سولت في مجموعة الكاربونات. قلوا عليها ما بتدوبشي. اكسبت. تلات حاجات بس اللي فيها مرتبطة بالكاربونات تبقى بتدوب. اللي هي لو كانت الكاربونات دي هيت معاها صوديوم او بوتاسيوم او امونيوم. تاني. لو انا جيت لقيت كاميكا الفورنيولا وصادي. اي اي عندي سولت بيبدأ بكلمة حاجة كاربونات حاجة كاربونات حاجة كاربونات اقوله دي ما بتدوبشي. الا لو الكاربونات مربوطة. بسوديوم يعني سوديوم كاربونات او بوتاسيوم يعني بوتاسيوم كاربونات او امونيوم يعني امونيوم كاربونات اقوله لا دي بتدوب. خلاص? لكن كل الكاربونات التانية اللي غير دول ما بيدوبوش في المية. تمام يا ولاد? وبكده يكون خلص آآ لسن تو عندنا. آآ تابعوني ان شاء الله في فيديو اللي جاي عشان نبدأ في لسن جديد. بالتوفيق يا اشتركوا في القناة